بين التفاؤل والتشاؤم انطلقت بمقر امانة مجلس التعاون الخليجي المشاورات اليمنية اليمنية برعاية مجلس التعاون الخليجي والامم المتحدة ومشاركة مختلف المكونات والاحزاب وشخصيات اليمنية وحضور اممي ودولي وغياب الميليشيا الحوثية التي ترفض كل فرص السلام اليمنيون على مواقع التواصل الاجتماعية تسألون هل ستتوقف الحرب التي انهكتهم ام انها مشاورات لا تغني ولا تسمن من جوع اختلفت الاراء بين مؤيد بانها فرصة كبيرة لاخراج اليمن من الحرب العبثية وانهاء العمليات العسكرية والعودة الى الحوار كونه السبيل الوحيد لانهاء الحرب وبين متشائم من هذه المشاورات التي وصفوها مضيعة للوقت ومجرد خطابات على ورق لا اهداف لها انظار اليمنيين والعالم تتجه لما سينتج عن هذه المشاورات من نتائجها تنهي حالة التوهان وتعيد الامور الى مسارها الطبيعي وتعود لليمن ابتسامته المفقودة منذ ثماني سنوات العديد من المشاورات طالبت الجميع بتحمل مسؤوليتهم التاريخية واخراج اليمن من الحرب وان ينتصروا لبلادهم لا لمصالحهم وان يرسموا خارطة طريق لمستقبل اليمن تبدأ بتصحيح الاقتصاد وتوقف العمليات العسكرية وصرف مرتبات الجميع وإحلال سلام دائم ويراقب اليمنيون بكثير من الحذر مجريات مشاورات الرياض يومها الاول منتظرين بصيص امل واتخاذ مواقف ايجابية تدفع هذه المشاورات قدما والعمل جاد على اعادة تنمية اليمن واستقرارها والحفاظ على وحدته اشتركوا في القناة